اشتركوا في القناة واكد سعادة رئيس مجلس امناء المركز بان قيم التسامح والتعايش السلمي في مملكة البحرين تتجسد وبكل وضوح في سياسات ومبادرات حكام البلاد منذ ما يزيد عن مئتي عام مشيرا الى ان مسيرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة وجهوده النبيلة لارساء قيم التعايش السلمي واحترام الاخر على المستوى العالمي تمثل دليلا واضحا على المكانة الرائدة للبحرين كمملكة وشعب توارث المحبة والسلام كأسس داعمة للاستقرار الاممي بين مختلف الاعراق والشعوب والاديان واضاف لدى لقائه بان انشاء مركز الملك حمد العالمي لتعايش السلمي يعد تتويجا لمسيرة ممتدة من العمل الدؤوب نحو ارساء اسس التسامح وتأتي بمثابة اعلان واضح الى العالم بان التسامح والتعايش في البحرين هو نموذج حقيقي وواقعي متأصل في ثقافة المجتمع وموروثه نحن اليوم سعادتنا كبيرة ان نكون بزيارة هذا البيت العريق بيت القرآن الكريم هذه الزيارة اللي اتاحت لنا الفرصة نتعرف على نسخ نادرة من القرآن الكريم بخطوط مختلفة ومن عصور مختلفة ورأينا مدى التعب الكبير اللي تحملوا الدكتور عبداللطيف كانوا اللي جاء بهذه الفكرة وقام بهذا المشروع العظيم مع المؤسسين الذين معه لكن اظهر لنا ايضا بنفس الوقت اهتمام الشعب البحريني ليس فقط في القرآن الكريم لكن بالايمان وبكل انسان مؤمن بغض النظر عن انتمائه الديني سرورنا جدا في بلدنا الثاني البحرين اللي عديناه مثل بلدنا سورية بشعب البحرين قيادة وشعبا وخاصة على رأسهم جلالة الملك طال عمره وعلى هالمحبة والتآخي اللي زرعها بقلوب الناس والتآخي من خلال الاديان المحبة واللي عم يعيشوه شعبنا بالبحرين من كل الاطياف وكل المكونات اللي عيشون بهالبلد ما حدا بهالبلد عم يحس حاله انه غريب كلهم يحسوا حالهم انه لاد البحرين ونحنا ما عدينا حالنا بهالزيارة نحنا غرب عن البحرين عدينا حالنا بين اهلنا وبين ربعنا وان شاء الله ربنا يديم المحبة والامان والسلام بهالبلاد وديم جلالة الملك والولي العهد والقيادة الحكيمة بهالبلد المبارك